تعادل سلبي بدون أداف بين الأهلي والمصري ومازال الوضع كما هو عليه الأهلي متصدر بفارق أربع نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني كابتن شريف فوز دعم الندي الأهلي شود الثاني بزيزي متسايد شود الثاني اتأخرت لأ انت اتأخرت في زمام الأمور من أول مباراة يعني انت كان عندك فرص كتير قوي انك انت يبقى الشكل المباراة من أول شود ما تدخلش فرقة المصري معك في أي حاجة فرقة المصري كل كرة انت بتبصيها غلط بتعملك إزعاجه بتعملك خلتك أصلا تعمل زي ما تكلمنا كلنا عمك تفاعي عندنا بعد عن نص ملعبك فكان بيأخرك دايما وأحيانا كنت بتستغل التأخير ده أنا كنت لعب كرة طويلة كرة طويلة لإما لمحمد شريف لوحده لإما الشادي لوحده وعلى الكرة التانية الكرة التانية انت بعيد برضو وما كنت هتكمل الضغط اللي بيكسب بيخش نص ملعبه مع الفراودة بتاعته مع كل الخطوط بتبقى هي اللي عملة عملية الكمباكت اللي هي بتاخد كل الكورات بالعكس انت كان عندك في الملعب ولا أعطاك أرضية الملعب من خلال عيبة تقيلة ساعة الباس بيتقطع منهم غزبا عنهم فخسارة كمان الكرة الأخرانية اللي هي بتاعت حمدي فاتحي إنما الوقت بيجري وانت دائما وهبدا بتلعب أي فرقة دام انت مجبتش لهدف الأولاني هتشوف الشكل ده هتشوف السيناريو ده جول يقع مرتين تلاتة ولعيبي روح يقع الناحية التانية ويتاخد منك لا لا انت بيتاخد منك من غير ما تحس كده من 10 الى 13 الى 14 دقيقة ربع ساعة كل شوت كل شوت والله مفيش كورة أصلا مفيش حاجة بتتلعب أصلا ويجي يديك التلات دقائية أو لو دك ست دقائي لك ما هو مديك ست دقائية فهمتني؟ هاي والحكاية حكاية ما تنفعش وأعطاك الاعتراضات دي كلها حتى ليك هجمة في الآخر عشان يخلص يا راجل ليس هلعب الكورة؟ راح مصفر قبل ما الهجمة تتعامل لكن يعني انا مش هقول على الحاكم انه كان لا هو فتح الملعب ومش وحش يعني انما تحس في اوقات من اوقاتها ضربة السبتة تتلع في دقائتين دقائتين ونص هاي أبقى ما يقفوا واحد يقفلك عند الكورة ويقف ده ما بي يعني ما بيحللش ان انا بقول ان احنا اتعادلنا لا 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 انا ما في أسباب بتبقى موجودة بتخرجك عن الجم اه أي فرع انت بتلعبها بتروح عليك مرة ومرتين Beta Banel Cortunity اللي راحوا عليك ويروح مجهودك انت بالنسبة لعيبتك بتحصل لها حالة ازعاج يعني مش متعودين احنا طول ما بنلعب مزبوطين و بنلعب بروح و بنقفل احنا و احنا اللي بنضغط بيبقى شكلنا احسن من كده كتير جدا النهاردة فيه زي ما قلنا في الهفتايم الكرة بتروح ممكن تروح الناحية دي و ممكن تروح الناحية دي نص ملعب مفتوح خالص ديانج متحمل زي ما احنا عارفين مسؤولية كبيرة جدا دفاعيا و بيحاول هجوميا كتير احمد عبدالله ده التغيير متأخر او المنطقة دي تغيير متأخر فيها باي حد يكون موجود و اتعودنا دايما اللي بنبقى متأخرين بالتعادل او بهدف ولا حاجة بنلعب باتنين رأس حربة ما بنلعبش تاني باتنين رأس حربة قلنا لاتنين رأس حربة لينتجوا الادام ناحية اليمين شغال على الشحات وهاني و معلول بعرضياته من اي حتى فمش لازم ينصل لغاية قدام لكنه نصل وعمل اوفرلاب هو و افشا وهو و شاهدي وهو يعني لو فيه اتنين يا ايمن رأس حربة موجودين يعني احد التخلي بقى انت بقى معاك مرون هو اللي عاد عندك الواحده قدامها انت مش مسؤول عن اربعة يفضلوا وراه انا لما لقيت احمد عبدالقادر بيسخر قلتني هيطلع مكان ولقيت ياسر اصيب قلت ده يبقى تغيير عالمي كويس وهيفضل الناحية التانية وحنلعب تلاتة اربعة تلاتة يبقى احنا عندنا هدف في المبرانة احنا لازم ناخد سلاس نقاط ونتقدم بالفريق الكبير اللي بينه وبين اي حد فهو يعني زي ما قلتلك من اول كان ماتش فات وكده الدوري مش سهل وكل الماتشات صعبة وكل الناس اللي بتلعب قدام النادي القالي بتحاول تقتنس اي حاجة ولا حد نقطة في تاريخها وبيبقى حاجة كبيرة انا اتعدلت مع القالي انا انا في وضع كويس ياما مدربين قاعدوا على كراسي عشان يتعدلوا معك يعني مش فبدنيا شكلا في الملعب انا قلتلك من اول هفتاين مفيش اي حاجة احنا كويسين جدا كويس؟ مفيش اي اخفاق مفيش اي حد متكاثل مفيش اي حد مبينفش بالعكس انا الشرطة اولاني شرطة تصوبات كتيرة جدا ولكن بتيجي لحظة انا بحس ان التعادل جاي يعني ان احنا مش هن مش هندرى النفوذ ليه ان بيجي لك لحظة كرة زي بتاعت عبدالقادر اللي جات له عملها له شادي وان تو ده بتعرف على طول كرة زي اي دي بوش رجلك في اي حتة في الجون ببطن رجلك جات في المكان اللي هو فيه بوش رجلك محدش بيشوفها بتبان بقى لما كرة زي دي بتضيع كرة زي بتاعت شحاته افشة الكرة العرضية ان لو يملك بعض السرعات اكتر افشة العرض تقيلة كمان انت بيزق في الكرة وبيروح عايز يروح عايز يروح لغاية اما فكر انه يعملها للرجل اللي جاي بوشه كويس لو كان نتأخر حسيني شحات سنة كان هيضر ببطن رجله يحطها اليمين بدل ما جات له وراه فسوق توفيق برضو في هدف زي ده كان ممكن يخلي المباراة في حيطة تانية بالهدف اللي احنا بنسأل عنه يعني هدف واحد في المطشي زي ده كان خلى المباراة حاجة تانية هيا وان سايد جيم هيا وان سايد جيم لفرقة المصر انما مش حول اكتر من ظروف المطش والملعب وكلام منها اعتقد النتيجة دي يعني معقولة بالنسبة للحسن كانت مسامة ضع المكسب من نادي الاهلي الشتوط التاني سيطرة واستحواز والاكتر خطورة على المرمى وحسام اكتفى بالوف نص الملعب ممكن كان سايب اللي واحده مروان قدام مساعاش حتى ان هو يهدد مرمى النبيل مظبوط الشتوط التاني الاهلي افضل كتير حتى من المحاولات على المرمى احنا الشتوط الاهلينا ما تكلمنا قلنا مفيش كسافة جوه 18 مفيش خطورة كبيرة الشتوط التاني بنزل كمان تحديدا احمد عبدالقادر وشادي حسين طبع الرمي الربيع كان مكان ياسر وردي من فاش بتاع لكن بقى اتحصل حتى ضغط من ناحية شمال حتى معلول انتاجه علي الشتوط التاني احمد عبدالقادر اول ما نزل عمل اكتر من كرة خطر يمكن هدي في الاخر احنا بنكلم احمد عبدالقادر فيها انه يبقى مستمر في الاداء الخطر ما يبقاش فترات لكن بصفة عامة من الاهلي سيطر ابتدى يضغط كويس ابتدى يبقى تولي الفرص وراء بعض يعني فيه انا يعني بتاع 7 8 كور بس فيهم 4 كور او 5 فرص سهلة جدا معرفناش نستغلها الواحدة اللي كانت كابش الولايات بيكلم عليها بديها خمسين افشا رايح انفراد تام ممكن هو يجيبها لعبها لحسين برضو يجيبها بس هي وراء شوية لما تيجي الحالات نتكلم عليها بس حسين حطاها هدف مية المية كرة اللي عملها شادي واحمد عبدالقادر بس احمد ماشي ممكن شوت بوش رجله بس هو حطاها برضو بطن رجل كانت ممكن تيجي يجون هو جاد يتعامل فيها كويس وجاد في المنطقة لكن يعني بس فرصة برضو مؤكدة كرة اللي تأخر فيها جدا شادي مش عارف ليه تلعبت له داخل الـ 18 اتأخر تأخر تأخر لغاية لما الدفاع المصر اللي اللي اللحقه دي هدف مؤكد كرة الأخيرة اللي علم علول اللي عيبها لحمدي بيجيه ضربات الرأس بس المرة رغم ان هو كان داخل الستة عرضة حطاها بدماجه فوق العرضة فاحنا ضيعنا فرص كتير الشوتين تاني خاصة لفرقة المصري حسام ما ابتداش يغار غير في دياء تلاتة وتسعين يعني نزل شداد ما كان دغموم ونزل عمر طري ما كان حسين السايد يمكن في اخر دياء لكن تغييرات فحصل تعب في فرقة المصري مروان حمدي جاريو قل جريندو جاريو قل ابتدى نص الملعب يتفتح اكتر يمكن دغموم وايزي ايميكا هما اللي كانوا بحالتهم حتى لغاية لما دغموم يتغير في الاخر فانت سيطرت على وسط الملعب ديانج الشوت التاني مالي نصف الملعب ولكن عدم استغلال الفرص السهلة خلتك تضيع نقطتين كانوا سهلين النهاردة بالذات الشوت التاني يعني الشوت لو قلاني ما فوش احداث كتيرة بالنسبة لنا لكن الشوت التاني كان في الامكان بسهولة جدا تخلص المباراة ولكنك برضو دخلت في في استعجال شوية يعني شدي حسين اه في بعض القرارات اه انا حاس انه عايزي يجيب كرة بسرعة عايزة يعني استعجل فيها احمد زي ما قلت انه انه لما نزل البداية عمل اكتر من مشوار رائع وعمل خطورة من جنب الشمال لكن بعد كده هدي امسي طبعا ما الحقش يلعب يعني ما ما الحقش يعمل حاجة وانا ما ارضو مع كبت شريف في حيات الجزئية انه كان ممكن فيه وقت تلعب براسين حاربة يعني انت هو المصري خلاص خلاص رسم على التعادل الصدفة بقى البحثة الشوت التاني اللي ممكن تجيب له هدف من من كرة سابتة من هجمة مرتدة لكن الشوت الاولاني اه كانوا افضل مش افضل من الاهلي لا افضل في حالته مكميات الجار شوت التاني بتادوا خلاص يلعبوا على انه يركزوا الدفاع عمر ماه فكان ممكن يبقى فيه اثنين راسين حاربة جوة 18 يمكن كانت ادت خطورة اكبر للنادي الاهلي اه يعني هارد لك ويعني نقطتين انا بقول هم اخسارة للنادي الاهلي انه يعني ما استغلهمش لكن كنت القدم فيها كده والحمد لله ان فيه فرق لسه اربع وخمس مقاطعا اقرب منافسيك يعني فانا اتمنى التوفيق بقى في المتشات اللي جاية ان شاء الله كنت عادل ضيع نقطتين ثمينتين ولكن ما زلت متصدر الدوري بنفس فرق النقاط يبقى الوضع على ما هو عليه يعني كنت اتمنى ان احنا نبعد شوية عشان ليني اسبابنا يعني اول حاجة المنافسين يعني نستفاد من الاسبوع الجايد اللي فيها تعصر المنافسين فاناك انت تهرب باللبنات تروح حتة تانية اعلى كتير اوه عشان انت عندك ضغط جامدة جدا كبيرة يعني بعد الكاس العالم الأندية يبقى عندك ضغطة جامدة يبقى عندك رصيد كويس تقدر تشتغل فيه بشرة جيدة لرقم واحد رقم اثنين انت تقدر قد تكسب النهاردة كتير يعني ولكن حتى تضيع الاهداف ولغزي ضيع الاهداف ده العيبة العيبة اللي يجب العيبة يجب لازم يعني بتعرف انه فيه متشاط بتخلصة اللي بكورة وفرصة واحدة انت بيتخلق لك اكتر من خمس ستة فرص النهاردة عندك اكتر من خمس ستة فرص تقدر تجيب فيهم جمعهم حتى فرقة المصر ليهم فرصتين مؤكدين يمكن دي واحدة منهم بتاعت الشناو اللي شالها ووحدة الشناو الجرندو مع جرندو وشالها الشناو ولكن اللي انا عايز اقوله اللي ضيع الوقت في الشوت الاولاني يعني يعني اللي انا عايز اقوله انت الشوت التاني تسيطت اللقاء وكنت اقوى كتير يمكن من اهم الاسباب كمان في اخرى عشرين دي خمس وعشرين ديئة وكانت من اسباب عبدالقادر يعني عبدالقادر عمل لك خطوة قويسة في الناحة الشمال ما حسين النهاردة كان هايل ادي فرصة من الفرص المؤكدة مية في المية يعني كان يجب على افش ان هو يطمع فيها شوية وحتى حسين ما يستعجلش انه ان يروح يعني يعني فيش حاجات انت افضل كتير يعني انت كنت متسيطة الشوت التاني يعني يا فرق المصري ما بتعملش حاجة الا الا كرة واحدة بس اللي شاطتها اللي جات في العرضة ولكن دي لو كانت داخل الجول كنت اكسبت اربعة خمسة بص اه لا يا ريت نجيبها بس طبعا انا عارف ان ده ملخص هي اللمسة التانية بتاعت افشا هو افشا ممكن يجيبها بس هي اللمسة التانية ما زقهاش حب زقه بعيد شوية وعلى عاجات على شمال وهو رائع لك وعلى عكس التجاه اللي عيب اللي جاي فقربت ولكن ولكن اللي انا عايز اقوله ايه دايما المهاجم التاني اللي بجي راح في الكرة زي دي لازم يتأخر شوية وهو دي عدم ثقة شوية من اه افشا يعني خلي بقلك دي عدم ثقة من افشا شوية في نفسه في ال في حتة التهديف يعني هو لو كان واخد بكرة بس اللي ماشي الفاتمة عمل واحدة برضو بنفس الاسلوب هو رايح انفراد ورأس الجول وحطها جول لأ انا بتكلم في الكرة دي اكت لانه كرة دي كانت عاوزة جهد كبير من تحت اي افشا الحتة الاخيرة لما وصل في الجني الاولاني كان عنده يعني حوالي خمسة خطوات وبعدين ينفرد يلعب الكرة لكن دي مطالب من افشا انه يجري تلاتين متر وبعدين يلعب الكرة افشا مش سبلنتر يعني مش من اللعيبة اللي هو بيعرف يعمل سرعات عالي قوي اه افشا بيعتمد على التدوير وعلى الباص وعلى التحرك التحرك اللي في المسافات زغيرة مش في المسافات الكوية ولكن انا حتى شادي لما نزل عمر كذا كرة كويسة جات له فرصة مهمة جدا اللي اللي انا عايز اقوله حاجة مهمة جدا انه كنت احيانا احيانا ما بتبقاش كويس وممكن تكسب جون لما بتبقى كويس زي مباراة النهاردة يعني انت النهاردة كنت اتمنى يعني لا انا كنت اتمنى النهاردة انك تعمل سكور يعني كنت طمعا في كده ان هو لانه تقدر تعملها وانت الافوأ وانت الاحسن ولكن حتة ضيعة الاهداف يعني اقدر اقولك ان ان باقت عندنا مشكلة كبيرة في حتة التهديف ودي حاجة لازم الجاز الفني يشتغل عليها شوية هي حل من الحلين اي لانت دلوقت في الوقت الحالي يكون في فروت جاهز او في الوقت الحالي ياخد بقى العيب واحد في الاثنين وياخد مدة تقوله يعني انت عندك يجي ست سبع فرص تقدر تكسب سبعة وثمانية وكرة القدم بعد ما لو تعادلت فيها وانت في افضل حالاتك ها الناس مبتسمعش يعني يقولك يعني انا انا شخصيا في مطشط ممكن اطلع اكون كسبان وزعلان اا اكتر من كده انا مش زعلان قوي ليه عشان انت قلت كلمة مهمة ان في فرقات لرغم ان انا يعني ما بحبش دي انا كنت عاوزة انهي من الدور الاول يعني وليه فكرة في الامر ده او او اي يعني خلي بالك في في فترات من السنة الخصوم لو حصل موقف بتهمن بلغة الكورة وده كان من اليوم النهاردة يعني ده النهاردة يعني التلاتة بنتي بتوع النهاردة كانوا ممكن يضيعوا قدهم ست سبعة بنتف مع المنافسين لكن حتة انك تتعادل ويدع منك بنتين بترجع لهم الثقة في نفسهم تاني هي دي هي دي الزعل النهاردة من كده ولكن اللعيبة النهاردة قدوا بصورة جيدة يعني يعني انا مقدرش اقولك يعني لو كانت كورة من الكور دي دخلت جون كان اللي يحصل دي مسلا في اخر المباراة دعت حمدي فتح لو كانت دي دخل تتويجا اه لا يعني اللي انا عايز اقوله يا كابتن ايه بص انا دايما الفرقة ازعل منها لو ما وصلتش لو لعبت بقداء في وسط الملعب انا مش بدي مبرر طبعا التعادل حاجة وحشة جدا لكن احنا خلينا نتكلم بمنطقية شوية يعني منطقية الدوري العام الدوريات ليها فلسفة ولها ولها فكر بمعنى ايه مش كل وقت اشكك في نفسي فاهم ما هي استراتيجية جمع النقاط عشان تبقى بطلة دوري متطلبة منك انك متخسرش كتير او متخسرش خالص ومتطلبة منك حاجة تانية انك تستغل الفرص النهاردة اه ما استغلناش الفرص لكن مسيقين بالعكس رحنا ولعبنا واشتغلنا الشوت التاني ولكن نستفاد من اخطائنا ايه الخطأ الاولان اللي عندنا النهاردة اهدار الفرص عد الفرص بتاعتنا تلاقي عندك مؤكدين حوالي ستة فرص فرص عادية ممكن تكون كمان حوالي ستة كمان يعني اتناشر مرة فرص التهديف فيهم فيهم فرص التهديف فوق التسعين في المية وفيهم فرص التهديف فوق الخمسين في المية يعني تقدر انك انت كنت تجيب جون والتاني والتالة والربع ده اللي احنا نشتغل عليه الفترة القادمة وان الجاز الفني يشتغل عليه السهل السهل جدا انك يعني ايه يعني تروع عليك جون لكن التهديف هو الصعب انا انا النادي الاهلي اقدر اخلق عشرين فرصة لكن ما جيبش فرصة منهم ازعلي فده اللي احنا بنفكر فيه بقى الفترة القادمة ولكن اش عايزين بقى جلد الزيت شوية وحتة تاخدني في حتة ان انا اخفقت وتعدلت وعملت ودع مني بنتين والحاجات دي هو سباق دوري هي هي كرة القدم كده وخلي بالك ومش عاوز اسباق الاحداث يعني في بداية انا شامم رحة بداية انك بتاخد بالعافية بمعنى ايه كا انك انت في التحكيم يعني انا انا اتكلم في انك انت بيكلككلك يعني في حاجات بتحصل مع اندية اخرى نفس اللي بتحصل لنا في الملعب ما بتتحسبش وساعات بيتحسب لهم في يعني احنا فرصنا في حتة اللي مع كمان حظينا وحش مع الفارف شايت لنا ما اشتركوش بالفارف ولا ايه برضو ما دفعناش اشترك الفارف بتاع السناديو السنة اللي فاتت يعني انا بخاف من سناديو اللي 14 بنت السنة اللي فاتت وال18 بنت بتاع الفارف بتاع السنة اللي قبلية وده صعب قولي ما بيبقى في مهاجم راح يجيب جول ويتل عجون ياخد الكرة بالبوكس وياخد وشه ويفتح له عنيه هي كرة دي ايه انا مش فاهم ما تشافتش في الفارف كمان لا انا مش فاهم من معناها ايه الكرة دي هتقول لي اصلو خد الكرة قبلها اصلو خد الكرة مش عارف تلع فين ده راجل واخد الكرة واخد وشه الراجل بيحطوا الكرة بدماغه والاتنين مشتركين في الكرة وايد جاد في عناية وفقط مش عالق عاجز اكمل على دي مش عالق عاجز اكمل على الحتة دي يعني اجيبها ويوقف الصورة لح خلينا نشوف ايده رايحة فيه ووقف الصورة وبعد كده حنسبها للكابتن ناصر طبعا التعليم تفضل يا عادل بس ووقف الصورة بقى بس بس عافشة اللي واخد الكرة الاول هفراجك على حاجة يا كابتن شريف مهمة اول اتفضل انا كراجل كحكم انا كحكم تفاهم هذا دي اتفضل اكمل انا كحكم عايزين شوهم من كزا زاوية بس يا كابتن تانية بس لف دي انا كحكم اي لما كرة تتلاقي في زي دي وانا اروح اشوف الدم مع افشة يعني افشة عور نفسه يعني لازم ارجع على الفار يعني هو بقولك على الاقل لازم اقوله لك يعني انا بس انا ما بقزمش ان هي بنالتي او مش بنالتي وافشل اللي اعب الكورة كابتن ما اافشل للاعب الكورة كورة بكورة كورة افشل اطرر افشل للضرب ايه اللي وادة الكورة الناحية الثانية outros هي البوكس اللي فوش اه ايه ايده ايه ايده في دماغه اه منا اvation الكورة بس يا كابتني ما لوجه دعاب الكورة خالي انا مليش دعوة بالبنالتي البنالتي هيقولهان لكابتن ناصر هو أقدر مننا في التحكيم ويعرف في التحكيم لكن أنا بكلمك كحكم أنا كحكم على الأقل شفت الدم ده أول حاجة عملها إيه أول حاجة عملها إيه أبلال ما خدش كورة خد وش الراجل خبط في دماغه يا كابتن مش في إيدي بص يا كابتن خبط في دماغه بص يا كابتن كمل كمل في إيديه في الأول لا رجع رجع سينة كرة بص يا أبلال بص رجع يده أقفش خبط في دماغه ده سنوك هو ده الجوانتي ده اللي جرع الجوانتي اللي جرع كل ده جوانتي يا أبلال خلينا كمل طب بعد إذنكو خلينا أكمل وجهة نظري بعد إذنكو يعني خلينا هنا أكمل وجهة نظري لما يجي حكم يدخل يشوف فيه تعويرة من دي أصلا أفشة مش مجنون هيعور نفسه يعني مش واحد يروح يجيب دم ويعور نفسه أفشة يعني ففيه فيه صب على أقل يا أخي هو أنت مش معاك العين الساقبة قوي نفسك أنت بعيد يا أخي روح شوف الفار احتمال الفار يديك حاجة احتمال يديله طارد ويدي بنالتي لأن ده أزا وفيه دم هو يعني ده اللي أنا بقى عاوز أتكلم فيه أنا بخاف من الحاجات دي أنا بخاف من إيه أنا خاف من اللي 14 بنت بتاع السنة اللي فاتت اهدار من الفار ومش بتحجج ان احنا خسرنا دور السنة اللي فاتت ولا اللي قبل يا بس أنا بقولك كان بفعل فعل 14 بنت انت خسرانهم من الفار 18 بنت المسيب اللي قبله من الفار يا أخي أنا وحش تمالك بس الديني يعني انت انتهت دور السنة اللي فاتت فارق ستة بنت بينك وبين التاني المنافس بتاعك يعني شيل من النوم اللي 14 اللي انت خسرتهم دولا من الفار يبقى ليك 8 بنت على الأقل كنت حاسم الدور قبلها بأسبوعين الموسم اللي فاتت حاسم الدور قبلها بثلاثة أسابيع لكن اللي أنا عايز أقول لك انت ملكش دعوة بالعدانة ملكش دعوة بالحتة بتاعت اكون كويس ولا ما يكونش كويس انت تديني حق يوديك حقك دي أرجع للفار والفار يقولك لأ لكن النية نفسها لكن النية نفسها انك انت متروحش للفار دي بتزعلني دي بتشككني دي بتخليني أزعت ياخي روح وما تحسبش ياخد حك علينا ياخد حك علينا اضحك علينا وروح انت شاف واحد متعور فيه دم يعني هو الدم ده جمنيين وبعدين ما تقوليش خطة يعني يعني فيها غلط من قفش ده قفشة برة الستة ياربا ده محمود الجاد هو اللي رايح لأ ولا قفشة برة الستة ياربا يعني مش في الحماية بتاع تحرس المرب الدوسة اللي بعدها على رجل اللاعب اللي جوه التمنتاشر شوفها تاني آه ممكن تكون من برة برة التمنتاشر أنا عارف ممكن تكون من برة يعني مش بتكلم على انها يرجع دي للفار انت مش شايفها بنفسك بعينك لكن بص اللي احتمالية للأهلي ما بتدق ما بتاخدش ضد يعني على الأهلي يجري الأهلي لما يجيب جول لازم يترجع في الفار إن شاء الله لو جايب واحد لو الشناوي شايتها من الجل الجون هيرجعوها والله ويرجع للكل المبرات ده كان فيه كمان هوجة انذرات في الآخر طلع 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 بكل سهول ومحدش يكلمه محدش يكلم الحكم ليه محدش يكلم الحكم لأنه بينارفز الناس وبيتكلم بأسلوب غير جيد وشفت لما كان وقف قدام إبراهيم وحسام كان وقف ازاي لكن قدام سيد عبد الحافظ وقدام مدرب الأهلي كله كان بواف ازاي وعمال يعمل لهم ويشاول لهم تعالوا هنا ومش تعالوا هنا بينارفزهم عندها فيه حاجة أنا عايز رسالة بقولها ليه جهاز الأهلي وليه عيبة الندلاء صدقوني الفرق اللي زي اللي هتشوفها بص كلامه كمان بص بصته يعني انت ما فيش حكم بيبص ولا بيجادل كلمة بكلمة الحكم بيسكت يدي كارت أحمر انت حقك لكن تسكت لكن انت هتشوفه كمان لما بيقول لبين ده لسادي يقوله تعالوا قف هنا تعالوا خلينا تكمل الرسالة اللي عيبة الندلاء هتتنرفزه هيجرجروكو بر الملعب الحكام هينرفزوكو كتير قوي بص بصت التراب بص حتى آه لا ده لسه يقوله تعالوا هنا تعالوا هنا يعني ما فيش حكم بيعمل الحاجات دي يعني تعالوا هنا تعالوا هنا والكلام والنرفزة يعني انا مش مع اللعيبة يروحوا كده المنظر ده انا محبوش واحد بس اللي يروح المسئول يتكلم مع الرجل لانه لكن هو كمان في نفس الوقت بينرفز الناس لأ وعمال يقوله سيد تعالوا هنا تعالوا هنا فانا نصحتي خلي بالكو لازم انتوا تخلصوا من بدر المباريات يعني يعني انتا النهاردة لو جبت جوني واثنين وثلاثة ما كانش الحكم عمل حاجة خالص يعني ما كانش هيعمل حاجة خالص الله اعلم ولكن نصحتي نركز في ملعبنا اهداف لنجيبها وما نديش فرصة للناس اللي هم يعملوا فينا يجرجرون خارج الملعب زي ما اللي بيحصل وده اللي انا عاوز اقوله بس كابن بلال يمكن تغير الاداء وتحسن خلال الشهود التاني والنادي اللي فرض سيطرته وهايمنته على الشهود التاني كله وخلقنا فرص كتير وصدنا للجول كتير ولكن لم نستغل الفرص كما يجب بصك عبد المغادة النظر عن الحكم والتحكيم والوقت الضايع وما إلى ذلك كل ده يعني خلنا نتكلم هنا نتكلمك في الكورة يعني الكلام ده اتكلمناه مران تكراره وكابتان عادل يعني ماشاء الله اصطفاد فيه بشكل كبير جدا خلنا نتكلمك في النادي الاهلي نفسه النادي الاهلي شوط تاني أفضل بكتير من شوط لا لمصر مجهوده قال شوطة التاني نتيجة الجهد الكبير جدا اللي بازلوا شوطة الأول ده اللي احنا اتفقنا عليه قبل الماتش ان هما عندهم حتة الروح القتالية اهم بكتير جدا من التاكتكس وطرق اللعبة وبيلعبوا على لعبة واحدة طول المباراة نية بتطع الكورة بتلعبها طويلة ونورة الاتنين للباكين وقدروا ان هما يروحوا بيهم يعني كورتين فيهم خطور لكن اتيحت للأهل النهاردة فرص لتسجيل الأهداف بنسبة 99% وده اللي بيداقك يعني ان النهاردة ممكن تلعب مباراة وحشة كابتان وتتعادل وتخرج وخلاص مباراة وحشة خلاص او مباراة سيئة لكن العب مباراة مسيطر فيها بشكل قوي الشرط التاني وتيحت لك فرص تهدفية يعني بنسبة 99% تسجيل الأهداف وبيتهدرها لا هنا لازم نقف يا كابتان ايمان لازم بقى عندنا وقفها لتكلم كيف لن تتحمل المباراة انك تضيع الأهداف بشكل ده اتكلمنا قبل كده كتير جدا في الماتشات السابقة وقلنا يا جماعة انت بتعمل كل ده في الآخر عشان تترجل فرصة لهدف انك تسجيل هدف اهم يعني 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 زمالين ههم بيجيبوا الاهداف يعني دي نسب دي كورة 100% قفش يسجل هدف 99% حسين الشحات يسجل هدف ده هدف انا بعتبره يعني كورة ده سازجة يعني فيها سازجة الحقيقة من يعني غير عادية الحقيقة يعني غير مقبول على الاطلاق اننا ضايع فرصة زادية غير مقبول يعني ما تقولش بقى اصلايا جات من تحت رجل المدافع فرعت الحسين الشحات اصلا افشي لا 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 كورة مفراد فيش لا افتح الكادر تمام يعني انا اولا تفكير خاطئ جدا من مجد افشي خاطئ جدا جدا حقيقة انا انا والجول انا والجول مواجه للجول في نص الجول وبعملها بالعرض الحسين الشحات اللي برا الجول طبيعي جدا انا مجد بص اعبس بتكمل سنة حط في الجول لوحدك خطوة واحدة كمان يبقى انت وجول بص يا كابتن زود كمان سنة خلاص خطوة كمان يعني ما تداعي ان انت تلعب الحسين الشحات ايه الفكرة في انك تلعب الحسين الشحات ممكن يكون خاف من اللي ورا اخافة كابتن من اللي ورا اصل هو الافشة هدف دي شوية في اللمسة الثانية فخاف ان المدافع يرجع انا انا العيب معلش لا لا وكان عنده قدر لازم اعبس وراي وقدامي وجنبي وانا بلعبس هنا النهاردة لابس انفرد الفرق السرعات كبيرة هم وعطل نفسه عشان يباصي هو عطل حد نفسه عشان يباصي لحسين الشحات في ملعب اتفاقنا عليه انه سيء ارضيته الملعب ممطرة جدا البساط فيها تققى صعبة جدا جدا حسين الشحات كان ممكن برضو يتعامل معها البطارية اسهل من كده حسين الشحات لو وقف الكورة او حطها في الزاوية البعيدة لاثنين جول مستريح انت بلاي اللي قلت فاول في الهفتان دي مباراة كورة عرضية بزاحتة كبت او كورة او كورة او فورسة كورة تتحط جول بدماغه فوق شو قادة بتاعت شادي اللي اتبطأ شادي شادي في الثامنطاشر في الجول طب يا جماعة يعني يعني بغض نظر عن التعادل كورة القدم فيها تعادل والحمد لله احنا ما زلنا يعني على متصدرين او متصدرين جادل الدور العام بغض نظر الكورة فيها كل شي فيها مكسب فيها خسار ايدي تاعت عبدالقادر وكان ممكن المباراة تطلع بخسار يعني في كورة القدم كل شيء متاح ومباح لكن انا النهاردة انا اللي بخسر يا كابتان اين انا اللي بخسر نفسي انا اللي بتعادل انا اللي بحط نفسي في الحتة دي يعني انا النهاردة اربع يا جماعة فرص حقيقية للتهديف النادي الاهلي اللي لم يسجل اي هدف لو سمحتوا ممكن تجيبوا لنا فرصة فرصة بس من لها الفرص المحققة فرص الحقيقية انا مش عايز هناخد كل واحد من النجوم يحللنا فرصة فيها مش عايزين اشبايا الفرصة خلينا دينا الفرص الحقيقية للتهديف تمام راسين حرب النادي الاهلي لا لازم يا جماعة لازم نقف لا في واحدة من الشوت الاول برضو تعتبر فرصة بس هنقول ماشي شوت التاني نبدأ بالكورة دي تاني ما عليش بعد يزن كمل نقف هنا نقف هنا نكمل ماشي نكمل بس هنا بس هنا ماشي هي وهي نزلة مفروض احمد عبدالقدر هيكون واخد القرار كابتن شريف ده مواجه للمرمى وعنده نكمل تاني وعدم اشتراك اي حد معاه كويس كتبالك بس هنا بس بحرية التصويت في اي حيطة بوش رجله بطن رجله في الزاوية التانية هو متعيالي احمد مبصش هكابتن قبل ما يلعب ممكن هو بصع الكرة اكتر مبصع على المحمود جاد عارفتي لو كانت جود كان يبقى جون زي مين زي بتاع فرنسا كده ام بابي اه لا احطى نفس الطريقة اتلعبت سند حطاها بالقراء حطاها جود اللي انا عايز اقوله يا كابتن ايمن يعني الفرقة الكبيرة اللي بتستغل لأنصاف الفرص اللعيبة الكبيرة يا كابتن شريف اللي بتستغل لأنصاف الفرص شخص العيبة النادي هي لعيبة كبيرة المفترض ان الأنصاف الفرص نستغل لها مش نضيع فرصة بقيمة 100% هدف او 90% هدف يعني هي تلعبت حلوة الحقيقة تمام الشياء دي تلعبت كويسة بس دي عايزة بوش الرجل بقى كابتن بوش شريف جامد جدا اوه بص الاسهل في الحاجات دي انك تعمل بوش رجل يا كابتن دي الاسهل في الحاجات الشرناوي يعني هنا رائع الحقيقة والنهاردة الحقيقة من الماتشات الحلوة بتاعت الشرناوي اللي عملها النهاردة صد مفراضات جاية ده يعني اي لكن كل اللي انا عايز اقوله الراجل ده بتخبط هنا انك تبالك هلال بص 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 ده راجل بيتاخد في رجله قبل ما الكرة توصل خب بالك هنا بص اتقصك على المسك اه هو بص عامل ازاي مش عايزه يروح يلعب الكرة بس نكمل طيب نكمل بص يعني لا ممكن تجيبها لنا تجيبها لنا معلش خلي كابتن نصر نحن كالبرو هسيبها لكابتن نصر ماشي فالنهاردة كابتن ايمن احنا في الستوديو ده هنا من سنتين كنا بنتكلم في قصة التهديف والاهداف المهدر رأسين حرب نادي الاهلي شادي حسين ومحمد شريف انت رأسين حرب نادي الاهلي تمام يعني رأس حرب نادي الاهلي يعني بالتبعية رأس حرب منتخب مصر تمام يعني المفترض ان انتوا لعيبة بقيمة كبيرة جدا 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 ما ينفعش انا حط نفسي تحت ضغط كل مباراة لا انا المفترض وانا ننازل الالعب انا بالعب في النادي الاهلي يا جماعة ما عنديش حاجة اكبر من كده في مصر ولا في افريقيا تمام يعني تخليني افقد اي ثقة اي نوع من انهوع الثقة على الاطلاق تخليني مثلا ان انا اتهز ولو لشيء بسيط انا بالعب في النادي الاهلي انا رأس حرب نادي الاهلي قيمة كبيرة جدا جدا المفترض ان اغلى الناس تمنا في مصر كلها هوراس حرب نادي الاهلي ده معروفة يعني من قديم الازل واحنا نعلم لهذا الكلام جيدا انا بس نصحتي الاثنين واثنين حرب نادي الاهلي شريف و شادي وشادي وكلها على فكرة يعني يعني معذور الحقي في الحتة هو كلم مقتل من مرة انا بنشتغل على الحتة انا الحقي انا بعذور الحقي نهاردة لما يكون فيه مثلا الممبرات اللي فاتت انفراد للشريف بيدعي في اول الممبرات صح نهاردة كرة لشادي كرة يعني ولا اسهل من كده انا انت مش محتاج انت مش محتاج يا شريف يا شادي انك انت تضمن الكرة بنسبة ماء في الماء انت رأس حرب نادي الاهلي انا لازم اخلق فرص للتحديف فقم اصدى كابتن مش استنى فرصة للتحديف عشان اضايح اخلق فرصة للتحديف واللعيب الكبار الكواليتي العالية جدا هم اللي بيعملوا الحتة دي ان انا بدور على فرصة انا بخلقها كرة سحربة اذا كان كرة عرضية بخش التحم واكمل او كرة على الارض او واحد ضد واحد او فراد او تحرك اي ان كان تمام هل مفيش وقت انك تشتغل حاجات انديفيدويل كده مثلا يعني في التمرين تشتغل الحتة دي السرعة بتاعت اللعيبة او هل مفيش هل مثلا لو مستر كولر قال في المؤتمر الصحفية قال ان هو بيشتغل على الموضوع ده موضوع ده قالها من من خمس ست مكشاة طيب اذا كان هذا الامر بهذه الطريقة هل مثلا يعني يعني اصل الموضوع يا كابتن يعني لازم يبقى فيه يعني انتاج يعني وانتاج وانتاج قوي يا كابتن لان انت خلو اخذ بالك انت المان ترجط انت للفرقة كلها الترجمة عندك في الحتة دي انت كراس حار بقى ناس الفرقة كلها بتشتغل عشان انت كنت في الآخر عشان انت تسجل عشان يجيلك كورة عشان جيلك انفراض عشان كورة عرضية تشتغل بيا انا بس كل اللي عايز اقوله انت شيل من على نفسك الضغط ما تحط انا بحس ان شريف وشادي نازلين هم يعني عليهم حملتي بالضبط يا كابتن يعني 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 بس حولك عاجب لك دي طريقة لعبة مدير فاني ادام بقى لنا فترة وبتقدر توصل بي احنا بقى لنا فترة في الموضوع ده لازم يجرب لاتنين دول ويغير اتنين دول راس حربة لاتنين انا بقولك هيحصل انتاج من الاتنين بصك افنا او على لقال فترة يعني يعني جرب باني مغير طريقة اللعبة شوية كابتن الساعة الاخيرة كابتن السامن ده حلام ده مدير فاني لا من قول ده ممكن يا كابتشريف لو ما فيش فرص بتتاح انت فيه فرص بتتاح للاتنين تمام انت المطلوب منك يا شريف انت وشادي ان ما تحملش نفسك فوق طاقتك يعني ما تنزلش وانت مضغوط ما تفكرش المدير فاني يا غني امتا في الديق كام ما تفكرش انا لو ضيعت فرصة الناس هتقول علي لا انت بتلع في النادي الهلي هجيلك فرص هتضيع واتجيب واتبقى كويس واتبقى وحش واتتغير واتقعد احتياطي وتغير هتفضل كده طول ما انت بتتلع في النادي الهلي النادي الهلي مش زي بقيت لعندية انت بتجيب خمس تجوان في السيزن والاربعة او في اي نادي تاني بتبقى احسن لعيب احسن ناص حربة في مصر انت في الاهلي مطالب انك تجيب كل على الاقل كل ماتش تعمل فرصة والماتش اللي بعد يجي الجول على الاقل وبرضه مش تبقى احسن راس حربة في العالم من وجهة نظر جمهيرك يعني لانك انت الجمهور بتاعك منتظر انك كل هدف كل مباراة تسجل هدف فانا الطبيعي جدا يا شريف يا شادي كل مباراة هيجي لك اكيد هيجي لك فرصة كل ماتش اكيد يعني استحالة ما عديش ما عديش وقت على راس حربة واضح ان شادي يا بلان بتاع ناحية الشمال بيلعب ناحية الشمال مش عايز يبقى وقف في المنطقة دي عايز يبقى حر لذلك انا بشوفه كتير او بينزل بيطلع بارة التمنتاشر يروح ناحية الشمال عايز استلم كرة وعايز يجي بيها وعايز ابني هو مش بتاع وقفها اللي بيقف شريف اللي بيتحرك شريف بس هو برضو كابتن لو شادي وشريف الاتنين دول قريبين من بعض اعتقد الكلمة اللي قالها بلال المباراة مباراة كرة عرضية واحد بس هو برضو يقدروا الاتنين يساعدوا بعض جوه التمنتاشر يمكن قلت من ضمن الفلول ان يلعب برسين حربة ولكن هيبقى على حساب حاجة تانية يعني مسلا هو ايجار اسلوب ايجار طريق ايجار التكتف ايجار التكتف لا 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 انا مبقى ايمن لا بص هو كنت تساد الكلمة على الاخر انا مبكلمش من البداية بداية عادي يلعب اربعة تنين تنتين تنتين بس فيه اوقات فيه اوقات فيه اوقات لما فرقة المصر بتتعب كده واضح الجهود وانت قبقيت ورايب قومة تمنتاشر لما لما مسلا في التلت ساعة الاخيرة الخمستاشر ديئة الاخيرة يكون مسلا شريف موجود ونازل معه شهادي هما الاتنين جوه التمنتاشر اصلا الفرق التانية الفرق التانية كمان بتقلق لما بتحس الاهلي معاه فيه اتنين مواجمين جوه التمنتاشر وفيه زيادة عددية مش بقول ان هي تبقى بداية الماتشات او كل ماتش انا بقول في اوقات معينة لما مثلا الهدف بيتأخر زي زي النهار ده احيانا بتحتاج الموضوع ده تعرف يا عسامة لما خرج ياسر إبراهيم ايه اللي حصل عشان تعويض ياسر إبراهيم ابقال ما التغيير ينزل محمد هاني محمد هاني ضم خانت مع متولي المكانة دي وفضل عالي معلول هو في نفس السيناريو وفي نفس البتاع واحسين الشحات ابتدى يرجع لغاية نص الملعب ويبتدى من نص الملعب ويطلع ملعب وهاني ابتدى يطلع في الطرف فسهل جدا عليك ان انت تلعب بتلاتة وراء في ظل واحد بس هو اللي بيهاجمك ده جرندو ومين تاني ومراوان الحمد ومراوان ودعب وشوت التاني وجرندو بقى بيبتدى من نص الملعب ومراوان وهيقول الشريف اللي أنا قصدي عليها ده البنالة اللي أنا بقولك عليها محدش بيه لا بقى لا ده هي اي اه دي ضربة اه ورجع التاني لشريف عندي دي لو مرجعتش لشريف لو تحت شوية كان عايز الكل هو القرار هو القرار في التصرف سليم هاي هاي يعني مفروض تبقى تنفيذ بس تنفيذ تبقى تحت شوية لكن هو لازم سوى عملك كويس راح شيف عملك كويس بره المرمى سنده شوية بس بس عاية منه اه مصبوط ده مفيش حاجة على شريف في الكرة دي الحقيقة حاول فيها ها انما انا دي كل اللي محتاجه انا عايز اقول لك الحاجة الكرة اللي ما بتيجي بالعرض الناحية التانية احنا بنبص كلنا الناحية التانية دي هاي اللي فيها محمد شنو طبعا طبعا احنا لما بنوصل بكرة عرضية زيدي ما بلاقيش حتى برضو غير ان لو محمد شريف لوحده مترقب اتنين تلاتة يبقى لازم يكون في ايه زيادة عددية زيادة عددية جدا بايه بناس بتلعب في المنطقة دي اثبت لنا سافيو انه ما بيخشش في المنطقة دي سافيو عايز يفضل لعب بخلي بالك برضو انا عايز اقول لك حاجة انت ممكن يكون عندك زيادة عددية لو الطرفين بيخشوا الجو لو الطرفين بيكملوا مع رأس الحرب اللي عندها لو الطرفين بيعملوا زيادة العددية المطلوبة في الهجمات ما هو ده طبيعي يا ايمن في اربعة اتنين تلاتة واحد ان الاثنين الاطراف عشان كده كنا بنقول الشوت الاولاني برونو سافيو بيلعب على الجناح قوي ما بيخشش للعمق ما بيعملش زيادة عددية طبيعي في اللعبة الاربعة اتنين تلاتة واحد ان الجناحين بيخشوا كرقوس حربة صح ده لا انا عزي لا طبيعي لا ماشي بس انا بقولك في وقت معين مثلا ناقص ربع ساعة ناقص اتنشر ديئة ناقص تلت ساعة وانت متعادل احيانا لما بتحط راس حربة اساسي وواحد تاني يبقوا قريبين في التمنتاشر الفرق التانية نفسها نفسيا بتتهز وبتحس ان عليها ضغط ترتبك وان ممكن يساعدوا بعدها هو ده بس اللي بقوله مش بقول انه انه من الاول لا العب بالاجنحة من الاول عادي انا بتكلم في لحظات معينة في وقت معين بس هو ده اللي بقوله لو فضلت النتيجة مسلا تعادل اي 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 اصلي كنا بنعملها كتير يعني اصلي مش بقولها كده من زمان ما اي معنا اه 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 فيش مشكلة على فكرة بربعة بعة اتنين اي اي او تلاتة اربعة اتنين هو يبتدي بربعة اتنين او تلاتة اربعة اتنين يعني مفيش لا ما هو لو البداية كابتن هيغير فكره تاق من الاول خالص فكر مين واسلوب اسلوب طريقة اللعب هيغيرها طبعا كابتن ايمن انت كل ماتش بتعرف انت اللعيبة اللي عندك ايه الميكانيزم اللي ايه ادو بيه انت خلي اللعبة زي ما هي اربعة اربعة اتنين ايه لعب تلاتة اربعة اتنين ايه لعب تلاتة اربعة اتنين ايه لعب تلاتة اربعة اتنين اربعة اربعة اتنين ايه لعب تلاتة 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 اربعة اتنين طبعا 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 نعم، 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 نعم. نعم، 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 نعم ب獲得 التركيبان. نعم، 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 نعم نعم، 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 نعم حولنا انسي bekommen. نعم، نعم، صاحت claiming Ronald con الكبار يعتبر معهم. يمكن أن يكون من الأجرة على مصرحة لذلكم أصبحته لذلكم موجودة نحن 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 نشاط ليس لأسف تأثير من الأفضل نحن نحن الأحيان تقضى أن نحن 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 مرتدي لنجف لكي يوجد مع جديد لطعمالك齦 وناندن ماذا يسعى irlسنا ، زال الم هوات والحمت و کے متى الطبchieden من أعدي Adultان تغير devastating كيف كنت فعلها الكثيري أي الهواء كما أنظر في مستعدين نعم، نكتب أن تلقاف فيها لأنه حالبط الأن في المقال كالفق ولي électغني عن كل ما يوجد من فيها يزورك الأشياء التعالي في المقابلة إنه المقابلة تجهزي من كل وجه يومكي أجل، ، زين ساحرة حلوه مشارن ثانيا الإطلاق للقامل لا، يجب أن يكون اليوم ثانيا إنه مقابلة بالقامل هنا كان ساحرة ساحرة في القادلة أنه ساحرة في القادة اشتركوا في القناة 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 الأفشة وإحسن الشحات وحدة الأحمد عبدالقادر اللي اتعاملت بينه وبنشادي حلو جدا وحطا وحدة الحمدي فتح في الآخر وحدة شادي اللي اتأخر فيها وتباطأ رغاية المدافع جي من وراه قفل عليه وخادها منه فهو كلامه مصبوط احنا لم نستغل الفرص النهاردة اللي اتيحت في الشوت التاني خاصة ان فرقة المصري مش هقول استسلمت للوضع بس الجهد الكبير اللي هما بزولوا الشوت الأولاني بالذات جريندو ومروان حمدي في التلت الأمامي او في الجزء الأمامي ابتدى يحصل عندهم تعب قوي ابتدى الياس الجلس يحصل تعب قوي فبقى مستكفيين ان هما عاوزين يحافظوا على مرماهم واذا جات كورة يختفوها خير وبركة طبعا انت حضرت الفترة دي كابتن قسامة وليس تقليلا من شأن حد في الملع ولا من شأن مهاجمي النادي الاهلي او رسالة الحرب في النادي الاهلي في فترة من فترات انا كنت بتفرج على مباريات عيام ميسر مانويل جزيه احيانا في بعض المباريات في بعض اوقات خصوصا لما بتقرب من الناية كان بيطلع مثلا واقل جمعة بيلعب قدام رس حرب انا حضرتها في كذا ماتش يعني كنت بتفرج طبعا انت كنت في الجهاز كانت وجهة النظر ايه ما هو ده اللي انا قلته لك انا لما بقول لك لما بيكون في رس حربة والوقتي دي في الاخر وانت متعادل ممكن تنزل واحد تاني جمعا ناقص عشر دايق ناقص ربع ساعة ناقص تلت ساعة النادي الاهلي معروف انه بيضغط في الجزء الاخير بذات لو متأخر عشان يحرز هدفه جول خلي بالك المفهوم ده جوه اللعيب المنافسين يعني اللعيب المنافسين نفسهم كانها مستنية جول عارفين ان النادي الاهلي بيضغط في الوقت ده فانت كمان لما بتحط له واحد زيادة جوه التمنتاشر كرس حربة هو نفسيا بياتراجع وبيخافي هاجب يعني بيبقى قريب من منطقته هو ولذلك لما هو بيكون قريب من منطقته داخل التمنتاشر بتحصل اخطاء كتيرة وبتيجي فرص للمهاجمين واحد ما جابش التاني وراه هياخد التانية من وراه واحد راح على القريبة التاني وراه لكن مش ضروري يكون سيستم اداء من اول المطر واحيانا زي ما انت قلت ممكن يكون مثلا نايس تلات اربع دقايق خمس دقايق ممكن يكن يودي واقل جمعة مثلا ما فيش راس حربة تاني يعني فعشان واقل جمعة بيلعب بدماغه طويل بيحطه للسبب اللي انا بقوله لك ده كون ان الفرقة التانية بتلاقي القلب الدفاع بتاعك طالع لقدام وهو طويل وبيلعب بدماغه كويس بيبتدي يحصل قلق وخوف تلاقي مثلا طلعوا فرود ونزلوا سردباك تاني بيبتدوا قربوا على منطقة جزائهم بشكل مكسف فالاخطاء بتكتر فممكن اي حد مش شرط بقى وقل جمعة ساعتها اي حد من اللي حوالي يبقى الفرص هتجيله اسهل وممكن يجيب فيها يعني فهو هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها يمكن كابت شريف بتكلم على انه ممكن من البداية نلعب برصان حربة وده اسلوب ناس كتير بتلعب به لكن انا بقولك حتى لو مش من البداية فيه اوقات بتحتاج كده فيه اوقات في الدقايق او الوقت الاخير بتحتاج دي انك بتعمل ارباك ارباك للفرقة التانية والمفهوم كله عندها ممشا يبقى يمكن بيخفف المهاجمين كمان ويحط لك وره بيتلعبطه وانت عارف ان كل ما بتكتر الرجل في التمنتاشر الاخطاء بتكتر الاخطاء بتكتر فهي دي بس النقطة اللي احنا بنتكلم عليها لكن النهاردة الشوت التاني يعتبر شوت جيد من حيث الاداء مش سايق ووصلت لجون ولكن للأسف زي ما مستر كولر قال واحنا قلنا لم تستغل الفرص السهلة اللي جات لك انك تفوز باللقاء صحيح كابتن عادل يمكن كنا بنقول في بعض المباريات ان الحلول الهجومية كالساعات ما بتبقاش موجودة سواء بالاختراك من العمق او الزيادة من الاطراف ولكن النهاردة انت خلقت فرص كتير فهو حتى مستر كولر قال لك احنا خلقنا فرص كتير ولكن لم ننجح في استغلالها بصورة جيدة في حرص الاهدام شوف هو هو محقق دي يعني انا عايز اقولك حاجة يعني ما دخل طريقة اللعب ولا التغييرات بانك تضع الاهدام توصلت انت وصلت يعني انت عندك عشر فرص جبت واحدة او اتنين كسبت له الليبناط وكسبت الماتش وهتطلع انك انت عامل ماتش كويس انت فاهمني فانا لما اجا اتكلم في الوقت الحالي اقول انا مثلا اغير طريقة الليب عشان اوصل ليه عشان اوصل اللعبة للجون تمام اللعبة وصلة للجون صح يعني خلينا نبقى منطقيين شوية احيانا احنا اخفاقنا في بنتين فاحيانا اخفاق البنتين بيخلينا نتجرجل لحتة مش يعني انا ما بحبهاش كمدار يعني ايه تشكك في ايه انك انت يعني نغير طريقة اللعب عشان نعمل فرص اكتر لا الحال انك تجيب فرصة واثنين من العشرة يعني او من التسعة ضيعت اهداف وضيعت اهداف كتير فلما اجي اتكلم لما يبقاش ما عندكش حلول فيه مباريات احنا لعبناها السنة دي ما رحناش عالجون ما تش اسمك او ما رحناش عالجون خالص لا ده اللي تغير الطريقة او تغير اللعبة و تغير اللعبة علشان توصل للجون لكن انت النهاردة رح تعالجون في عدد كبير من الفرص فانت المفترض انك انتهت شغل ولكن ندخل في قضية بقى مهمة اكتر في الوقت الحالي ما هي انت عندك فترة قليلة ورايح تلعب كاس العالم الاندية وعندك مبارياتين ومنهم مبارات كاس مصر والزمال او والزمالك ومبارات في الزمالك فانت لازم لأول مرة اقولها انك تبص معا تتل المباريات كلها مع بعض في فكرة واحدة او بمعنى الاصحة انك تعمل برنامج واحد لعدد المبارات ده ازاي انك انت هتصمم انت هتلعب كاس العالم ازاي عشان تلعب كاس العالم ازاي سبت تيمك يغاية كاس العالم وتخلص كاس العالم يكون محضر البدايل اللي ممكن تشيل الفرقة مع بعدي كل الحاجات دي وتحل مشاكلك الفنية جو الملعب في داع الاهداف بالتمرين الفردي اكيد المدرب عارف الحاجات دي هو هيشتغل فيها وهو قال ان انا هصلح فيها هيشتغل تمرينات فردية كتير قوي هيدي السقة خلي بالك انتو كنتو فرودة وفرودة جمدين يعني كنتو هدفين كلكم فالتهديف نفسه سقة انا ممكن اكون مش يعني اه معندي السقة في نفسي فمهما كنت لعيب كويس وفرود كويس ممكن اظهر على هدفة كابتن عيني غير السقة велية الالية اللي هو انك انت اتمرني كتير على المواقف دي وتعلمني عدي ايه الخطوات بتاع الجيل اللي موجودة جهة от 18 ان انا هنا حط القرة بدماغي ازاي هنا اشتغل ازود الالية عندي لو انتو احرصتوا هدف جوه الملعب ومسكت واحد فيك وقلت له انت احرصه زي مش التعاف تقول لي لانه هي دي الالية انت بتشتغل عليه فلازم نشتغل كتير قوي عليها لان كاس العالم للاندية انت بتلعب مباراة ممكن ما تروحش عاجونة لمره او كورتين زي المطش اللي محمد هاني جاب لنا في كاس العالم للاندية اللي قبل كده جاب لنا الهدف ده فاللي انا عايز اقوله يا كابتن ايمن ايه خلينا النهاردة اه ضعم منك هارد لك ضعم منك اتنين بونت بس النهاردة العبت كويس انا من زعلان احيانا ببقى زعلان جدا انا طبعا زعلان النقطتين النقطتين لكن انا ببقى ببقى بص نص زعل شوية اللي هو ايه احيانا زعل بتاعك بيبقى كامل لما بتكونش عندك حلول وبتبقى مش فايق وبتبقى العبتك مش منتظمة لكن انت لما توصل للمرمة بالكم ده يبقى انت عندك مشكلة واحدة ايه هي انك تحل المسألة الفانشينج اللي هو التفنيش بتاع المهاجمين هتحله هتبقى كويس بس الرجاء انك انت وانت بتحله ما ننساش طريقة وصلنا للجود يعني نلعب كويس زي ما كنا بنلعب علشان احيانا ممكن تروح لدي حتى على حساب حاجة تاني فخليه في التزان وخلينا كمان احنا يبقى عندنا التزان شوية في الفرح وفي الزعل يبقى عندنا التزان شوية وديه مهد ما قابل طيب نروح لفاصل نرجع نكمل كلامنا مع ان جمناك كبار انت ضرورة مرحب بكم هنا تاني عزيزي المشاهدين الكابتن بلال ميستر كولر برضو قال في المؤتمر لم نظر بمستمر مطلوب في شوط الاول لكن ضغطنا في شوط التاني وكنا الافضل ولكن ضع مننا الفوز النهار طبعا من ده الكلام اللي قلنا يا كابتن هنا يعني قبل ما نشوف المؤتمر الصحفي قلنا الاهلي قلنا او سيبك من الشوط الاول الشوط الاول لنا طبيعي جدا ان المصري هيقفل بشكل كبير جدا جدا للشوط الاول وهيبزل مجهود كبير جدا جدا قدام النادي لانه يحفظ النوع يخرج الشوط الاول بنتيجة التعادل وده اللي حاصر اخد بالك سيناريو الشوط الاول لانه بالكامل قبل بداية المباراة وده وضع طبيعي اخد بالك مع كل الفرق فيه فرق تقدر تسجل فيها وفيه فرق ما تعرفش تسجل فيها او ما تتاحش ليك الفرص الحقيقية للتهديف مع ان النادي الايلي برضو الشوط الاول يعني قتيحت لقى اعتقد فرصة للتسجيل ما سجلهاش النادي الايلي الشوط التاني انت افضل مسايتر بشكل كبير صحيح ضاغت بشكل كبير جدا خلقت فرص حقيقية بنسبة تسعين في المية تمام ومع ذلك ما قدرتش تسجل هدف خلاص ليست مباراتك يعني انت اعكد ان انا كرة القدم في الاول في الاخر بتعترب تسجيل الهدف احنا بنقول في الدورة العام ممكن تبقى وحش بس تكسب ليه لانك في الاشرة بتجمع نقاط وعندك ثلاثة اربع تيام يعني تشتغل فيهم على بعض الناقص او تعمل فيهم الريكوفر الجايد بالنسبة لك وتتخش المباراة اللي بعدين وضع طبيعي جدا خد بالك انك تتعادل في بعض الاول ويعني النهاردة بس انا زعلان لان كان الفارق كان يبقى اكبر بكتير وكل ما انت ضغوطات على الخصبة اكتر اخد بالك انت بتحيي الامال في بعض الوقات للخصبة بتحييه الامل وين كانت الامال معدومة لان انت متفاوض بشكل كبير ممكن تزعل في اوقات كتيرة او زعلك يبقى شديد لو انت مقدرتش تخلق فرص حيال التهديف صح تمام لتحس ان انت اللي جاي اسوأ لكن النهاردة ده بتصنع فرص حقيقية للتهديف لكن ما قدرتش تسجل عشان كده بقولك كابتن عيمن مهم جدا لعبتنا تشتغل على الجول مهم جدا لعبتنا يعني لازم يشتغلوا يعني بشكل مستمر على 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 الفرص يعني انا النهاردة يا جماعة لما تيجي اعمل لي حصائيه للفرص كده في الخمس ست ماتشاتة اللي فاتت هتلاقي لاني لو حقولي خمسوش الفرص حقيقية تمام تمام يعني احنا اكتر الفرق وصورا للماء طبعا طبعا واكتر فرق صنعا للهجمات الموسم الماضي تفتكر في الاستوديو قلنا يا جماعة احنا بيجي لنا فرص كتيرة جدا 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 وبنهدل الفرص الكتيرة جدا جدا اللي بتجي لنا وبنعاقب عليها انا ما اتمناش ان احنا نتعاقب على الفرص اللي بنضيعها النهاردة تعقب ليه لانا فرص حقيقية تمام خلاص انت النهاردة جات لك ربنا اديك واحد التاني التالتة مش عايز تسجل ما قدرتش تسجل خلاص انت تعاقب بس العقاب النهاردة يعني خفيف على قدر امكانياتك لان امكانياتك النهاردة كانت عالية تمام يعني افضل من مصر بكتير جدا جدا فما قدرتش سجل بس مجاش فيك اهداف فطلعت بنتيجة التعادل الطبيع جدا لما تتحديك تلات اربع فرص سجل هدف فتخرج بنتيجة بماكسب التلاتة منط النهاردة وتوسع الفرق ما بينك ومن الخصوم اللي موجودين تحتيك في القايمة الاهلي لعبتنا يا جماعة لازم يعرفوا ان الماتشات اللي جاي صعبة لان المباراة تبقى متتالية فانت هتبتدي تشتغل على فرصة واحدة طول الماتش لانهيبا في ايجاهات بعد كده انت تروح كاس عالم تلعب مباراة متتالية فبالتالي هتأجلك ماتشاط هترجع لأفريقيا كبتشريف فهتأجلك ماتشاط الدوري فهتخش على الدوري اللي عم تبتدي تلعبين السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها نفس السيناريو بيتكرر كاس عالم بطولة افريقيا تمام فبالتالي ترجع ايبا عندك مواجلات كتير فتعمل ايه عشان نخلص المواجلات لأ نخط اللي يلعب السبت والاتنين والخميس والحد والاربع والجمعة مضغوط فتبتدي تلعب ماتشات انت بتدور على انك تخلق فرصة فانا كل اللي بتمنى ان لما تبقى الامور متاحة بالنسبالك كابتن انك تدوس وتوسع الفارق ما بينك وبين الخصب في وقت انت في مريح ما عندكش ضغوطات لا اعمل كده تمام انتهز الفرص واشتغل على كده الاهلي افضل فريق في الدور العام السنادي بالارقام بالاحصائيات بكل شيء افضل فريق في الدور العام السنادي الاهلي وافضل فريق بيقدم كرة بالاداء كمان بشكل مستمر مستمر انت في فرقة ممكن تعمل ماتش رائع جدا خمسة وحشين لكن الاهلي السنادي متميز الحقيقة اكتر فرقة مسجلة هداف اقل فرقة عليها هداف اكتر فرقة صناعة للاهداف ومع ذلك احنا هنا نهاردة في الاستوديوز علانين عشان ما بنسجلش مش عشان ما بنصنعش انت اخد بالك انا متفرج على ماتش انا في ماتش مبارح اتفرجت عليها كابتن يعني المنافس لم يصنع فرصة لتحقيق الهدف ما صنعش فرصة انت فاهم فتبق انت قاعد شايف شايف الدوري بيقرب منك ليه لان انت افضل بكتير جدا لان انت احسن بكتير جدا لان انت بتعرف تقدم كرة افضل بكتير جدا في الظروف اصعب بكتير جدا لان انت عندك كم اصابات غير عادية لان انت عندك اتنين روباط صليبي لا في عاجات الاصابات دي موجيات في حتة تانية لان انا عاسب انت عندك متولي النهاردة ايقاف عندك اسر ابراهيم ايه اتضم عندك محمل عبد منعم مش عارف انا هيرجع امتى ولا اصابته شكلها ايه فانت بتقابل صعوبات كتيرة جدا لما تكسب النهاردة مفيش مشاكل عندك عشان كده كابتين بقولك وانت هتقابل صعوبات كبيرة كويس او ان حصل يا بلال حكاية مركاتو الشتو دي ان فيه لعبة جات اهو ده دور اللعبة بقى اللي جات وتوظيف اللعبة اللي جات وشكل الفرقة يبقى عامل ازاي ودم جديد بتخش تعمل الفرش فيه حاجات كتير او يا بلال مش بنبص بس على الكور اللي بتضيع لا تبتبص على كل ماتش لازم تاخده في الفرقة اللي هي بتلعب في اوروبا زي اسي ميلان بياخدوا الدور ازاي تاك 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 بيهمدوا كل الفرقة وراهم خلاص روما بتسلم لاتسو بتسلم كله بيسلم للكبير شغال لو كمان الكابتين بلال قال حاجة مهمة جدا جدا فيما بعد كاس العالم وبطولة افريقيا انت هيدغت لك هتيجي تلعبها كل ما تشين تلاتة طبعا انا كت فانت لو خلصت من الاول وحفزت على فرقة انقاط قدام ده اللي بندور عليها كابتين هتستفات قدام ده اللي بندور عليها كابتين ايمان ان انت وانت في الوقت اللي تقدر تخلص فيه توسع الفارق خلص يعني النهاردة كان يبقى الفارق سبعة نقاط سبعة نقاط سبعة مع المركز التالت وستة مع المركز التانية اه هتروح تلعبه هناك ماتش اللي جاي في الدور اي مزبوط فربنا يا كريمك تكسد فيبقى الفارق كم عشر نقاط اي خلاص معلش سواء يبقى الوضع لما هو عليه قصدي عندك فرصة انك انت بعد كده لا المبارات اللي مضغوط فيها تقع منك ماتش مش مهم يقع منك ماتشين برضو مش مشكلة بالنسبالك انت عشان كده لانا اقولك لازم يا جماعة نستغل كل الفرص بالنسبالنا انك انت تحافظ على على الفارق او توسع كمان الفارق طبعا ما الفرصة متاحة انت الافضل للنهاردة في الماتش انت الافضل للنهاردة في الاستحواز انت الافضل الشروط التاني بكل المقاييس انت صنعت هدف كتيرة جدا مشروط التاني تقدر تخلص بها الماتش كمانك تاخد التلات نقاط النهاردة مستريح جدا 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 تمام ومع ذلك انت لم تستغل مش خدالك فيه فرق من عدم التوفيق وسوق الاستغلال النهاردة سوق الاستغلال للفرص مش سوق توفية اخد بالنا كابتن وديه النقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها فيه اقوات كتيرة جدا تشوط الكوار تغبط في العرض خلاص ده سوق توفية النهاردة عبدالقادر سوق توفية مسلا لكن النهاردة افشا وشحات لا سوق استغلال للفرصة فانا اتمنى لعبة النادي الاهلي تركز بشكل كبير جدا الفترة اللي جاية عندنا المباراة في الكاسل مع سموحة الماتش اللي جاي مباراة صعبة مباراة صعبة فرق غلصة شوية عندك مباراة مع النادي الزمالك بعدها يوم واحد وعشرين بطولة الدوري حتفرق معاك كتير جدا في مسابتك في الدورة العام ان شاء الله نكسب الماتش بإذن الله تعالى ونوسع الفرق ونشتغل على الدورة يا عام السنادي بإذن الله طيب كابتن عادل يمكن كابتن بلال تكلم على الفترة اللي جاية عندك ماتشين مهمين جدا اول ماتش كاس مصر بتاع المسم الماضي وده بطولة كاس اللي بديل فيها اه طبع عن الفوز اه طبع ثم يأتي بعدها مباراة نادي الزمالك ماتشين صعبين في توقيت زي ما قال الكابتن شريف ان انت عندك كاسابات كتير جدا خط الخالفي بزيات عندك كاسابات كتير جدا الكافات وعندك الكافات برضه هتحتاج للمجموعة اللي جات هتغير في مراكز بعض اللاعبين في صعوبة اه يعني ما خليني يا كابتن اقولك ان انت يمكن قلتلك قبلها في السؤال اللي قبله انت لازم ترتب وتنظم الفترة دي استراتيجية الماتشات تربطها ببعض الاربع عاوز توصل لايه وتوصل لايه وتوصل لايه فهمتين يا كابتن لازم اول سؤال نسأله نفسنا عدد اللاعب اللي هيغيبه بغاية كاس العالم مين ده واحد اتنين ترتيب اللاعبه في المراكز بتاعتهم ازاي تلاتة ممكن اللاعب ما يقدلكش كويس ما تستعجلش عليه انك تبعده اربعة وده المهم الحتة الهجومية شوي لازم تتحسن شوي يعني احنا شفنا في الشرط الاولاني كنا عندنا بطء عشان سابيو مطيق ابطأ من عبدالقادر شرط التاني كنا تسيدنا وعندنا سرعة علشان عبدالقادر اسرع من سابيو حسين الشحات ماشي بطريقة كويسة اوي الفترة دي وبيقدي على قد الامكانيات في الوقت الحالي لانه ما كانش يلعب بقاله مدة وبدأ يرجع لمستواها افشا يمكن من اللاعبين المطش اللي فات عمله كويس والمطش ده انا بعتبره تحمل على نفسه ولعبه ومتعور وعمل حاجات كويسة رغم ان فيه رعونة في ضيع الهدف اللي هو حسين الشحات عمله لاني افشا انت لعيب كبير احنا خلصنا كاس افريقيا بكورة انت اللي جبتها القضية دي فلازم تعرف غلاوة الفكرة وغلاوة اللاعب اي انت داخل على الفترة المهمة بتاعت مطش الزمالك وكاس مصر كاس مصر ما ينفعش فيه الا انك تكسك سابه يبقى فيه قوة وانتزام والتزام ويدفع كويس وحجوم كويس اطلح فاينال كمان اه هتخلص المباراة دي هتروح لمباراة الزمالك مطش النقاط عشان تبعدوا بعيد فليها استراتيجية تانية وبعدين تطلع لعلى كاس العالم في استراتيجية تانية تالت وبعدين هتغير نومة وصفر وحاجات فيها برضو فكرة وبعدين هتقايد لعبين في كاس عالم للأندية فيها برضو انك هتفضل ناس عنها فخلي بالك الاراية كلها لازم تبقى سمترية واحدة يعني اللي احنا نشتغل بيها لغاية وقت واحد بس فقط اللي هو ما تفصلهاش ما ينفعش احنا احيانا بنقول ايه مباراة الكاس لها طريقة ومباراة الدورة لها طريقة لا في الوقت ده لا احنا نعمل حاجة وحاجة مهمة جدا ان احنا لازم نشتغل على المكاسب كلها يحدا ما توصل لكاس العالم وتبدأ تشتغل على قوة الفرق ما فيش شك اني ولازم من الناس تعرفها مباراة في كاس العالم الاندية قد تلت مباراة في الدورة المصري كامل جاري واحنا مش بن هم بنتكلم يعني على الفرقة الكبيرة اللي بتلعبك وجامل كاء الجاري والضغط العصبي والفكر التكتيكي والمدربين اللي وقفين برا واللعبين اللي بلعبوا قدامك والمنافسات الفردية ما بين اللعب واللعب يعني فيه حاجات كتير قوي فانت رايح في صعوبة وبعدين راجع على صعوبة وغير كده انت يعني بيتحسبلك حقك بالعافية بيدوك حقك بالعافية فربنا يكون فعونا في الفترة اللي جاية دي محتاجة تكاتل وتكافؤ أو تكافل من الفرق من المجموعة كلها من النادي كله اداريا وفنيا وحتى جماهير الصبر وانك انت عندنا اهداف الاخر السنة عندنا النهاية عندنا بتغطي افريقيا ان شاء الله عايزين ناخدها عندنا دول ان شاء الله عايزين ناخده عندنا كاس مصر ان شاء الله عايزين ناخده عايزين كاس العالم لان ديها نعمل فيها نتيجة مرضية نتخطى التالت ولو جبنا التالت ما يبقاش واحش فانتخطى التالت كمان فأنت عندك أربع أهداف تشتغل عليهم طويلة المدى مفيش نادي تاني بيشتغل على الأهداف دي فخلينا نبقى مساندين تولي الوقت كجمهور وكمحللين وحد دمى إن شاء الله نقلص ونوصل لأهدافنا الفترة القادمة إن شاء الله كابتن شريف الأهداف زي ما قال كابتن عادل الفترة اللي جاية أهداف صعبة لكن أنت البطل أنت المطلوب منك دايما أنك تكسب ما عنديش حاجة صعبة خالص يا كابتن أيمن زي ما قال لك بلال أنت الأقدر أنت الأحسن أنت اللي عندك الإمكانيات أهو زي كن ناحية بننوح على اللعيبة أنها تركز في إنهاء الهجمات خلت بالك مش معناه أن أنت عندك أزمات أنت ما عندك شيء أزم بالعكس لو حصل لك تدعمات كمان محمد هاني حيخش جوه وينزر خالد عرفتاح بكريت والشحات برضو حيبقى بنفس الكوة وفي نفس الشكل يجوز زيند العبدالقيد تاني ويرجع في نفس المكان أو الضو خدت بالك يجي نشوفه بوجه جديد نشوف ناحية الشمال دي فيها سرعات جديدة فيها أي حاجة أنت ما عندكش مشاكل خالص يجب والله ما عندك مشاكل خالص الدنيا بس إحنا لو كنا كسبنا المطش ده بواحد سفر كنا قلنا الآلي أنا من أورشوت وأنا مبسوط من روح اللعيبة وأداء اللعيبة ورؤية اللعيبة لبعض في الملعب أنا فيه مطشاط ما بشوفش الكرة دي أنت عندك ناحية اليمين النهاردة شغالة جامد جدا محمد هاني النهاردة هو شفتهم كتير أو في المطش هبص يعني الراجل يكنوا بيسمعني اللامسة الأخيرة معدلات الجاري كمان كانت عالية جدا البعض بص الكرة دي بص الكرة دي دي ممكن تخشه جوه أو الراجل جاي حمد فتحي مثال ولا كمين اللي هيخش للدخل جوه الشاشة ده ممكن الكرة دي لو عدت من الباك جول كل دي جوان ما عندكش أي حاجة التشور أفشة في الدربة السابتة غير الدربة اللي هو حطها دي الحمد فتحي وحمد فتحي حطها فوق العرضة ثقة شوية أنت متواتر أنت عصابك لما بتتأخر في البتاع الدنيا بتمشي منك إنما بيبقى فيه أحد لعيبة موجودة في الملعب عندها إيقاة عندك السلاء عنده إيقاع جاي جدا عنده شيء من الهدوء اللي هو بيشوف الملعب كويس هو أفشة بيقدروا يعملوا عندك الجميل ومحبش أقول كلمة العظيم بس يعني ديانج ديانج ريسك لعيبة تلعب بريسك الفرديات بتاعتها عبدالقادر بما نزل واخد واحد وتقطعت واخدها تاني ومشي وراح هو ده الفرقة الكبار هما دول صحيح اللعيبة اللي بتعدي من واحد واثنين وثلاثة هو ده ده أكل عيشه ده موابته لازم يستغلها ولازم يعملها مش على طول أنا بعمل الباص باص باص آه آه في وقت بس في وقت أنا واحد على واحد لازم يخلص المشاه أنا عندي شوطة تصويبا شوطة كويس وبرضو الدنيا كلها فيها توفيق وعدم توفيق صحيح خد بالك صحيح يعني آه أنا ما مش مش ما جبتش جول خدت بالك أنا هطلع أحمل مسئوليات هي ما فيش مسئوليات صحيح فيها بعد التنظيم يا كابتن أيمان شوية أنا مطشين اللي فاته هكرر كنت ماشي كويس جدا وعادل قالك نثبت التيم تثبيت التيم مهم جدا أنا النهاردة آه أفشى مع عبدالقادر مع آه حسين الشحات مع علي معلول مع بكرة أنا أفشى مع آه صفيو مع علي معلول ده ما فيش مشكلة في تثبيت التيم لازم بسركلر يمشي التيم زي ما هو ماشي وكسبان ما عندناش مشكلة خالص في أي حاجة فإحنا ما عندناش مشاكل أبدا إحنا هارد لكن نهاردة فرص كتيرة ما شوفناش في المطشات اللي فاتت الانفراضات دي ايه بنوصل للجنب بانسيابية عندنا كل حاجة لو حسين الشحات يا عيمن جاب الكرة دي جول كلنا حنقوم نسقف لعفش اللي احنا طالبنا منه إن كان يدوس عليها دوسها كمان ياما حطاها هو ياما لعبها للشحات أسهل ياما خدر بالجزاء إنما لو كانت الكرة دي دخلت الكرة حكت في العرض وهي آخر هو عدم توفيق بس يريد تجبولنا إحسادات المباراة بس على شاشة هنا لإن إحنا مش شايفين طبعا عن بعض لكن أكيد إحسادات المباراة التميل لصالح النادي الأهلي ويمكن زي ما قال مستر كولر المباراة شوت تاني كانت أفضل النادي الأهلي كان مسيطر النادي الأهلي كان مهيمن على مجرات المباراة ولكن ضع مننا الفوز يعني فكابتن السامة يمكن كابتنا قالوا فترة اللي جاي عندك ماتشين صعبين منهم ماتش الأولاني بطولة كاس مصر وكسبت بقيت فاينال فلا بديل عن فوز طبعا ماتش التاني مع النادي الزماني قبل كاس العالم طبيعي إنك مطالب إنك تكسب كل المباراة والنادي الأهلي متعود على كده وكل بطولة بيخشها مفروض إنه يحصل عليها والجماهير ومستنية كده فمباراة سموحة القادمة دي مباراة كاس فمستر كولر بقاله ثلاث ماتشات تقريبا أو ماتشين تقريبا ابتدى يبقى فيه ثبات في التشكيل يعني التغيير بيبقى واحد بيبقى فيه بعض الظروف الثنين لكن ما بيبقاش فيه خمس وست تغييرات زي ما كان بيحصل قبل كده فيه إصابات حصلت عندك وفيه غيابات يعني ياسر إبراهيم إصابة ومن الشكل العام الله أعلم نتمنى أنه يحصل ماتش الجاي بس من الشكل العام هو خارج ومسك العدلة الضمة الشكل العام أنت عندك ماتش بعد ثلاثة يام صعب أنه يحصل متولي ثلاثة إنذارات فهيحصل تغييرين في المكان ده إذا عبد المنعم ما أرجعش سواء هاني هيخش الجوة سواء حمدي فاتحي ممكن يلعب كقلب تفاع مهرام ربيع مهرام ربيع موجود باش أتكلم أنا أتكلم على المكان التاني يعني ما هو في اتنين وعنده كان يبيلعب برضو أنا أقول لك إما هاني هيخش الجوة إما أنا أتكلم ربيع موجود بس المكان التاني يا هتدخل هاني الجوة يا هترجع حمدي فاتحي على أساس أنك تسد الصغرات وإحنا قلنا أن الناد الأهلي بيتعاقد مع لعبة كتير في أثناء الموسم سواء في بداية الموسم أو في فترة الانتقالات الشتوية لأنه بيخش في مسابقات كتيرة ووارد يحصل ظروف دي طرد إصابات إيقافات أيا كان فقيمة التشيرت الأحمر الناس اللي بتلبس التشيرت الأحمر الناس اللي بتبقى أحياناً وكلنا كنا لعبة كرة بيبقى زعلان شوية مثلاً المدير فني مستبعده اللي أحياناً بيحس أنه مفروض حقه يلعب وما بيلعبش الفرص هتيجي وبتيجي أنت لو حسبت في الثلاثتاشر مباراة كام لعب من نادي الأهلي لعب ممكن يكون تقريباً كل الناس اللي في القيمة لعبوا يعني تقريباً مفيش حد ما لعبش يعني ده حتى استعانى ببعض اللاعبين من القطاع الناشئين فالفترة الجاية في مباراة سموحها يحصل تغييرات إجبارية فأرجو أن التغييرات في بقية المراكز ما تبقاش كتير كمان يعني هي فيه تغييرات أصلاً إجبارية فمش عايزين نزود التغيير لست وسبع لعيبة يعني برضو نحافظ على الشكل على قد ما نقدر اللي هيبقى عنده قدرة أن يلعب لأنه الاستشفاء محتاجينه جداً في الوقت ده وخاصةً في الفترات الدايئة وبعدها بخمس تيام هيبقى واربعة تيام هيبقى ماتش الزمالك ماتش قمة وماتش يعني من الماتشات المهمة في بطولة الدور العام فأرجو أنه الفترة اللي جاية كل اللعيب مع نفسه يعمل معسكر خاص به هو يعني غير أن المدير الفني بيجمع اللعيبة بيعمل استشفاء بيدراحات ما جيش أنا أجهد نفسي في حاجات تانية أخرى بصهر بخروجات كتيرة ملهاش لازمة وكلنا مرنا بالفترات دي فيه فترات الدوري بيبقى مريح أو أنا أخذ أجهزة المدير الفني بدينا أجهزة أنا ممكن أصهر في يوم ممكن أخرج مع أصحابي في كذا لكن فيه فترات بتبقى الموضوع مزنوق الموضوع كل ثلاثة يام أو أربعة يام مباراة فأنا نفسي كلاعب لوحدي بقى بخاف على طبعاً خايف على فرقتك وعايز تكسب ولكن أنا هفترض أنك أنت خايف على شكلك أنت أنا كلاعيب عايز شكلي تمالي يبقى كويس والناس كلها تتكلم عليها كويس ومهتم أنا نفسي أعمل معسكر مع نفس مفيش داعي بقى للصهرات مفيش داعي للخروجات ملاش لازمة لازمة رايح نفسي كويس عشان أبقى جاهز في مطشين مهمين في خلال خمس ستة ايام واحد في طولة كاس مصر هيوصلك نهائي ممكن تخطب بطولة والتاني المنافس التقليدي بتاعك هيفرق جداً معاك في الكلام اللي احنا بنقوله ده لما تخش على مباراة كاس عالم وإفريقيا وبتاع لو كسبته هيرياحك كتير فأتمنى توفيق للعيبة كلها والناس المصابة تقدر ترجع بسرعة لكن الناس اللي هتاخد فرص أرجو ركز كويس قوي إنك تقول أنا أستاهل أرتدي اتشيرت الأحمر قدام جماهيرك وقدام إدارتك وقدام كل الناس يعني مظبوط قبل ما نطلع فاصل هنقول يحصيات المباراة طبعاً المباراة انتهت بالتعادل السلبي نادي الأهلي استحوال ستة وستين في المية نادي المصر اربعة وثلاثين تمرير صحيحة نادي الأهلي ربعمية تسعة وخمسين من أصل خمسمية سبعة وخمسين تمريرة يعني النسبة المقاوية تين وتمين في المية نادي المصري متين وخمسة من متين واحد وثلاثين نسبة مقاوية سبعين في المية محاولات على المرمى ستاشر محاولة على المرمى منهم تلاتة بين التلات خشبات ده بالنسبة للنادي الأهلي نادي المصري عمل أربع محاولات على المرمى منهم تلاتة بين التلات خشبات عرضيات النادي الأهلي 27 كرة عرضية للنادي الأهلي نادي المصري 8 عرضيات ركنيات نادي الأهلي 10 ركنيات نادي المصري 5 ركنيات تسلل الأهلي 1 المصري 4 ولكن في النهاية كانت عدد السلبي ولكن ليست نهاية المطاف كما قلنا يمكن الفترة اللي جاية فترة صعبة على الأقل انت بتحافظ على الفوارق احنا كنا نتمنى انها تزيد طبعا ولكن انت بتحافظ على الفوارق في النقاط او الفارق في النقاط بينك وبين الخصوم او المنفسين الفترة الجاية احنا ما زلنا متربعين على الصدارة بفارق 4 نقاط على المركز الثاني و5 نقاط على المركز الثالث وما زلنا متصدرين وزي ما قلنا دي يعني سياسة النفس الطويل زي ما قلنا بالنسبة لامورات الدولي العام ولكن اللي حصل النهاردة فيه جبيات وفيه سلبيات احنا السلبيات زي ما قال ميستر كولر في المؤتمر الصحفي ان احنا عملنا كل حاجة الشوت التاني ولكن لم نستطيع ان احنا نجيب جوال فيه متشات لازم او كل المتشات بصفة عامة لازم تعرف تخلص المتشة على اساس انك انت لازم تجيب جوال ده كان ينقصنا النهاردة ولكن ما زلنا متربعين على قمة الجدول نتمنى فترة اللي جاية ان شاء الله الفوز باذن الله فيه جميع المباراة والتوفيق للاعبة النادي الالي والبعد عن الاصابات هنروح لفاصل نرجع بعد الفاصل نستقبل خابرنا التحكمي المتميز كابتن ناصر عباس للحديث عن الحياة التحكمية ارجوكم انتظروه بنرحب بيكم مرة تانية عزام شهدين وبنرحب بكابتننا كبير كابتن ناصر عباس من اوارنا كابتن تحيات لي كابتن ايمان وتحيات الكل مشاهدي ومتابعي كنات نادي الالي في كل مكان تحياتي نجوم الكبار كابتن شريف عمريم وكابتن قصام عرابي والكابتن عرابي رحمان وكابتن احمد انا كابتن كابتن ايمان قبل مروح للتحليل المباراة هتكلم الف بتعينات الحكام وانا همشي نقطة نقطة كابتن بلال بس يريد تخليك معي مع احترامي الوليد عبرازق حكم هو لعب كرة على المستوى قيس لعب في نادي القناة ولعب كرة في الدور المتاز واحنا دايما منقول احنا محتاجين لعب كرة كابتن اسامة يخش التحكين ولكن النهاردة انت ظلمت هذا الحكام كمسؤول تعينات الحكام ظلمت هذا الحكام في انك انت تسند لي هذه المرات الصعبة كانت ريقول لي انا كنت حاكم دولي ومسؤول عناج الحكام على مدار 8-9 سنين كابتن عادل انت تختار الحكام هذه المرات المرات الاهلي والمصري مباراة بلعب حاكم دولي كبير لعب كتير هذه المرات عنده خبرات ازاي تعاون في بعض المشاكل الإدارية مبقاش منفعل مبقاش متعصب يعني امورات يعلى منك انت بتهديه فانا بعتب او انا بحمل اصئلية للاجل الحكام ما كان يجب تعيين وليد عبر يزق في هذه المرات كابتن احمد تظلمت هذا الحكم في هذه المرات الكبيرة والصعب هذه المرات على مدار 30-40 سنة كتن اسامة بيخدها افضل حكم دولي او تاني افضل حكم دولي عندنا محمود البنة برا بصرف النظر النهاردة ان محمد عادل مسافر في بطولة المحليين امين عمر عنده التراجي مغرف تونس عندك محمد الحنفي حكم كبير او دولي وليه خبرات عندك احمد الغندور عندك محمود البنة عندك حكام لعبة المنع حتى لو انا هكرر يا كابتن احمد البنة مثلا هتقولي ده لعب لسه مصرش الاهل ومبي النهاردة انا مليش علاقة اقرر حكم بس نجاح المباراة والعدالة التحكمية تفترض ان انا اقرر حكم عشان اقتر تاني بقول ما كان يجب على سواء جلاتنبرج سواء المسؤول عن التعيرات ان يعين وريد عبد الرزي كابتن احمد لان ده ظلم للحكم وريد ملعبش اي مباراة الاهل قبل كده ملعبش اي مباراة مبين الزمالك مثلا والمصر او الاهل والمصر ودي اكيد تبقى ضغوط على الحكم الحاجة التاني طبعا وليد كان عنده حالة وفاة ودي كمان اكيد تطراع الزروف دي ما بد ان كان تطراع هذه الزروف اكيد ما اتمرنش يبقى له فترة اكيد عنده حالة حزن تعيين مش موفق تماما ومش احساس بالمسؤولين انا بحمل لجم حكام هذه التعيينة بصرف نزع على اخطاء الحكم او هو قدر ايه ولكن انا عندي حاجات مهمة جدا نكتن اسامة خاصة تاني بنقول بصرف النظر اننا لها الناردة اضاع اهداف وانا دايما بقول ما ليش علاقة افصل تماما انا كحكم اننا لها الى اضاع اهداف وكان عنده فرص كتيرة ولكن احنا نتكلم كتحكيم واحنا بالحالات اللي معنا انا عندي حالتين يعني مفاجأة وبستغرب على انزار محمود متولي وهم اربع حالات نحمود جاد كابسعب حفيز نحمود متولي الكابتن سعفان الصغير وهنعمل مقرنة ونشوف دي حالة ادارية خلينا نروح لتقم التحكيم الاول كان وليد عبدالعزي حكم المباراة سامي هالهل من الحكام المتميزين كان مساعد رقم واحد حماد العقاد قاهرة وحكم متميز وكان صبر ابراهيم الحكم الرابع وكان معنا على الفوار عبدالعزي السيد وهني خلي خلينا نروح لأول حالة ونشوف هنا بس استوب هخليك كابتن عادل تعد المنطقة الفنية اللي هي بتاعة نادي المصر أولا تبقى ان القانون هذه المنطقة الفنية يجب ان يكون واحد بس هو المتواجد داخل هذه المنطقة الفنية لما نلاحظ ان هنا عندنا سعفان لأ نمشي شوية بعد يزنك يعني نمشي كمان 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 نمشي كمان كمان هنا كابتن كرة سابتة نمشي معاق نمش 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 هل هذا معقول يا كابتن انا بكلم من ناحية الادارية بس فيه راكلة سابتة بتتنافس اللي بتكلم على مدى تركيز الحكم كابتن سابتة تمام ودي نقطة يعني دي تدل على ايه على النهاردة انا كحكم حصل في بعض الانفلات في السيطرة على المباراة كابتن ايه فبقول راجل اللي جنب سعفان ده كابتن خلينا خلينا لتكلم هنا سعفان داخل مدى اللي عبتة وعندنا هنا لاعب وعندنا هنا لاعب وعندنا هنا مدرب وعندنا اكتر على حامل الراية اكتر انا سامي هالهل انا خد القرار هنا بيقول له اخرج خارج متفافة هو هنا الغريب ايه ما احنا نكلم بعدالة لما يبقى المطاقة الفنية كلها برا ومفيش واحد ياخد فيهم بطاقة صفر ويجي الكابتس رايح بيحاول يحجز او بيتناقش معك لسه ما اتكلمش يا كابتن شريف بتقابله الصفر حمد فتحي اعترض محمود متولي جاي لسه ما قالش الهاب بتقابله بالصفر لا هذا يعني غير معقول خلينا نشوف حارس المرمى هنا وقع هو انا نهاردة كابتن وليد بعد اذنك لما حارس المرمى وقع الواحد انا بكلم لحداتي في الحالات الادارية كابتن احمد ولسه الفنية هنا سقوط حارس المرمى حدش جي جنبه خالص انا الافضل كحاكم ادى الانزار لمين السؤال ادى الانزار لحارس المرمى واللي سيب حارس المرمى واروح لسعفان الصغير ادي الانزار لا ادى الحارس الاول كابتن لا هنا ما حصلش كابتن على فكرة معمود جاد ادى الحارس ما حصل كابتن بتعصف اوروبا كابتن اللي بيعمل كده بديله انزار تعال خلينا نشوف خلينا نشوف الاول خلينا نمشي هو ادى الانزار لمين ماشي ادى الانزار عشان دخوله ميدان اللعب كابتن الافضل انا النهاردة لعب يعطى الوقت محدش جي كامبو انا بكلم دي ناحية ادارية مازلت اتكلم على النواحي الادارية على فكرة يا كابتن بالنسبة الناحية ديت معلش محمود جاد لما ويع بيسألوه بعض المباراة في اللقاء يعنى بس كابتن هنا محمود جاد محترين محمود جاد حارس مرمو من حقه يعمل كده كابتن واي حارس بس هنا الحكم هنا فين دوره كابتن هو قال ايه أعرف ايه قال كابتن حسام قاللي ققع عشان عايزين نى غاية لnight تاني تاذا كابتن محمود جاد قال كاذا قال كذا قال كابتن حسام قاللي ققع عشان عايزين نى غاية طب خلص يعني انا یہ رسالة لحكم بقى انا هناك محمود جادании بعد اززاك تاني النهاردة هو محور الادا بتاعنا محمود الجادها معد ازمن محمود جاد هو واقف كابتن بعد ازنك هتلي محمود جاد هو واقف قبل من غاية مش lent ده دليل على الكلام كابتن الأيمان اللي بتقوله أكيد خد تعليمات انك انت تقع خلي بالك اللي لعب كرة يعرف يعني ايه كرة سابتة حارس بيقع بتعطى اللعب بتخرج الكل عن التركيز تمام ومن حقه ولكن انا من حق يحكم بقى انا ديت ست دقيق وقت ضع سقط فيهم محمود جاد قبل ما انا روحت له سبت اللعب وروحت له وروحت رايح له هنا لسعفان انظار ثم حصل تغييرين يا كابتن عادل اذا النهاردة انا النهاردة لما اللعبة بتعترض بتعترض على الوقت عارف المشكلة في ايه كابتن السامة توقيت نهاية الماتش البعض يقول يا كابتن الناس بتتكلم في ايه ده تسعين ديه والاهلي مضيع يا سيدي انا والله ما ليه علاقة بالكلام ده الاهلي ناد المصر يضيع انا بتكلم على اقدارة مباراة وبتكلم على تطوير اداء تحكيم اللعبة الاخيرة هتهالي كده اللي هي الهجمة اللي مازال كان ست دعاية وتضعي هنا كابتن صب انا هنا حتى ما لعدتش حتى الوقت اللي هو ضاع في الوقت اللي هو ست دعاية كابتن العادل وهنا انت وصلت اللعبة بعد اذنك ان اللعبة راحت عليك تعترض هي من وجهة نظر اللعبة النهاردة حتى لو عندي نص ديه كابتن بلال عندي امل حقك خاصة ان الحارس وقع خاصة انك انت يروح تدت انظر لسعفات خاصة ان فيه تغييرين انا عندي امل والله مش للنادي الاهلي لما توقيت انتهاء المورة كمان يا وليد ما كانش توقيت يعني حتى لو انت نهيت تقبل بقى اللي جايلك يبقى انت تكون هادي كابتن اسامة تتوقع اللي هيلك هترض على الوقت بلاش بقى صفرة في الصفرة في الصفرة بتعمل مشكلة هتكلم الحادثي في الناحية الادارية يا كابتن ايمن سرح هارجع تاني لحمد هتلي بقى الانذار المفترض واحدة واحدة انا هنا حمد يا كابتن هنا بيعترض على الوقت هنا محمود متولي نشوف محمود هو جاي من بعيد بص تاني يا كابتن تاني هتلي اللقطة دي مهمة جدا يا وليد انت حكم يعني جيد يجب انك انت يكون عندك سباة متعالي هنا حمد فتحي رحمتي نظر محمود هو الدليل محمود هو 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 يعني هو قالك اللي جاي بقى يخذ انذار لا لا علشان تلاقي محمود متولي عنده انذارين انا ما عرفش ولكن انا برضك بتكلم عنده انذارين ابحث فيها ابحث فيها تلي مش يلعب ماتش الزمانة كابتن مش اخش في نواية مبلال يا أساني ولكن هو محمود متولي خد الانذار ليه ده السؤال ده حتى اللي الاعترض هو حمد فتحي طيب هات بقى كابتن سعب حبيس تعال هات لي كابتن سعب حبيس هو بيجري عشان اللعي بتاعته ما تاخدش انذارات مثلا يعني او بيحجز او بيعك بيتكلم فهنا يعني حتى كمان يا وليد في الظروف ديت انا انا ابانصحك كحكم انت لازم تتوقع هذه الامور كحكم وتكون هاجي جدا جدا هو الغضب ده كله كابتن على فكرة عشان انذار بتاعه 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 تموت متولي ليه بقى؟ ليه بقى؟ ليه بقى؟ ليه بقى؟ ليه بقى؟ برضو عليك انما ما ديش المنتولي متولي ماش حاجة اساسا ليه بقى؟ يعني منتولي اصلا ما عملش بصا كبتن يعني حمد الفاتح بقى ربع ساعة بيكلم وحتى كمان اخد بالك بيكلمه اسلوب يعني لا مديده ولا شوح ولا عمل اي حاجة والتاني جاي من بعيد بس ده اول انذار الفاتحي لكن التاني ده التالت المنتولي انا اقول لك انا ما بدخلش فنيا او مش فنيا مع ان يعني يتكلموا بأدب وانتراد بأدب وانترام شديد جدا مع الحكام كلها يا كابتن اللي قال مؤدبة جدا يا كابتن اللي بحسبه مش كاف ملعب احنا ما بنعتردش اساسي بالزبط والله عظيم لعبتنا مؤدبة جدا وما لعبة التانية اللي بتدي وبتشوح وتمسك من البتان السرة اللي فاتت يا كابتن ناصر اللي عببة بتمسك من التشرتات الحاكم وتشده وما فيش هاي حاجة بتحصل بالزبط اللي انا عزوه لك يا كابتن ايمن انت كحاكم تتوقع تتوقع الناحية لك لا يبقى اتنين من فضلك انت حاكم خبرة التزم شوية شوية حتى راعي الناحية الفعالية اللي هي تدينه ضغري وتمشي الوقتية لما انت لقى الدنيا دي كلها الحكام اللي عندهم خبرة بيروح واخد ضغره وماشي ما بيسمعش ما بيعملش قلت ماتش خلص خلصت مهمتك خلاص روح على نص ملعبك حد جالك بقى وعمل اي تجاوز انما انت واقف ومشغل ايدك هو في ايه كابتن انا بتكلم كلام وبصرف النظر ولا انا ما عرف ان المحمود متولي عنده انزار او هزي التطاقة ممكن توقفه ولكن انت تراعي برضك ان هذا اللائب ظلم في الانزار يا كابتن ايمن بأمان لعله لطف خات كمان ظلم في هذا الانزار لانه كابتن ممكن بعد اسم هدراك ممكن تعليق هدراك على اللعبة دي انا جاي كابتن تانى انا جاي احنا بس واحدة واحدة احنا هكوننا بنتكلم في الشك اللي هو ايه في البداية سبب تعيين وليد وليد قد يكون حاكم كويس بس انت ظلمت وليد انك انت بتحطه في مبارا كبيرة وده كلام لجلاتن برج او المسئولين هاي هزي المباراة تاني بقول مباراة بعض الصعبة يلعبها اللاعب او الحاكم الكبير يا كابتن احمد انا اول حاجة سألتك عليه الحاكم خلينا نشوف الحالة اللي جاية نشوف هنا كابتن هنا هنا السؤال هنا الكورة اوفر وهنا افشا بيطلع بدماغه خلي بالك للأسف وانا اقول للأسف كابتن احمد انا حتى كمان يعني انا هنا اللعبة هنا افشا لعب افشا لعب هنا بص هنا ارجع تاني 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 مين هنا اللعبة كتب واحدة واحدة افشا لعب كرب الدماغ لا واحدة واحدة والله انا معندش مشكلة افشا لعب تمام من اللي راح له هنا ممكن يكون حارس المرمى كرة تدت مراسة افشا وجات في ايدي دوارد كابتن بلال اذا هو الحارس هنا لعب برضك السؤال لو انا الحارس هنا لعب بدون ما يتعرض لأفشا يتدم انا كحاكم في كاس العالم حالة مثل هذه الحالة كانت الاية الحاكم راح لللاعب ما كانش في نيوته يدي اي انذار اطلاقا لهذا اللعب راح لللاعب بص لقى فيه الدم الدم ده كان استخدام الزراع في هذه الحالة وهو طبيعا ان الدم ده لما بيجي اكيد بيبقى فيه خبطة اوفياتي هنقول ان هنا وليد ملوش تفاصيل ولكن انا برضك بقول نقطة مهمة جدا حتى على الفار هذي حالة حالة جدلية من لعب هل اليد راحة للراسة كابتن شريف هل فيه مخالف ترك الجزاء كل هذه الامور كان هيجب على الفار استدعاء الحاكم الخلاصة كابتن احمد نقول ان احنا عملنا مشكلة كنجل الحكام من غير مشكلة وازمة من غير الازمة بسبب تعيين حكم اتظلم في تعيينه هذه الامورة مباراة صعبة هو ملعبهاش قبل كده اللوم ييجي على لاجنة الحكام من فضلك المباراة الكبيرة تحطي لها حكم خبرة ويكون حكم دولي يقدر يدير المباراة بشكل جيد نتمنى التوفيق لكل الاندية مصرية نتمنى التوفيق لجلاتن بيرجي اللي بقاله 14 وتسيب الراجل يشتغل ده لسه بقاله 14 شهر يا كابتن ايمان يعني فيه ناس قاعدت 8 سنين ومن فيش مكان لنا نتكلم كم ده انا هبقى عندي حلقة كاملة هتكلم هتكلم ان الراجل يعني بيشتغل يا كابتن بلال تحت ضغط وفيه ناس بيتهجمه لا ده لسه بقاله 14 ادو له فرصة يشتغل ونحاسبه اخر السنة في بعض الناس قاعدت 8 سنين في لجنة الحكام للأسف شديد تحياتي ليك وده كانت اخر حاجة كابتن ايمان بقولها في نشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر شرفتنا نشكرك وانتهى الفقرة التحكمية عزيزة مشاهدين بنصر نهاية الاستوديو التحليلي للمبارات نادي الاهلي والنادي المصر البورسعيدي في الجولة رقم 13 المبارات الدولي المصري الممتاز لكورة الخدم والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف واستمرار تربع نادي الاهلي على القمة منفردا بفارق اربع نقاط عن صاحب المركز التاني كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في الفترة الصعبة القادمة بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة كابتن شكرا يا كابتن شرفتنا بشكرا كابتن ايمان التوفيق كل اللي جاء ان شاء الله كابتن عادل عبد الرحمن شرفتنا يا كابتن شكرا كابتن اسامة عراض شكرا كابتن احمد بلال شرفتنا يا كابتن شكرا شكرا كابتن ايمان الشكر لكم ايضا اعزائي مشاهدين على حسن المتابعة وعلى امل ان نلتقي بكم مرة اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنا وارك تحياتي اشتركوا في القناة